ولدت الرضيع تسني مسلماني أصيلة سيدي بوزيد دون يدين فكانت فاجعة لوالديها اللذان داوم على المراقبة الطبية طيلة فترة الحمل دون أن يتفطن الأطباء لحالتها إلا عند الولادة وهو ما يطرح بشدة نقص التجهيزات الطبية بالجهة نعمل في الليكو عند طبيب لهنا ما قليش معنا بنتك مغريدي يقولي لبسها عليها بنتك جرون بيبي ونحق أمنتي نتمنى في حياتي نشوف تعاونوني عليها بنتي نشوفها بيديها وهذا كهو نتمنى أني تعاونوني كان عليها بنتي ما مطلوب منك حتى شيء واني نشوفها كما خيانها معنا تلقى بشتك تبتلقى بشتو كله نداء ملح وجهه عبد الرزاق سليماني والد الرضيع تسنيم للصلة المعنية ولكل من يقدر على مساعدته لزرع يدين لابنته بتكلفة تناهز 200 مليون معناها نطلب أمكنكم الدولة من المواطنين يحاول يعاونوني عليها الطفلات تخرج الخارج أنا اشتشرت برشا من الناس تحسيلوا طبق كل شيء قال لك الوضعية معناها عمالية تعمل قيمة 200 مليون أنا مينكليبش عليك مانا يجيبش ناقدر أنا نطلب من الدولة تعاوني عليها تخرج الخارج قال لك تخرج الخارج تتزراع يديها هنا أنا في تونس وفي الواحد دات أنا سألت عليها حصيره وقال لك أنا تتزراع بلاستيك بلاستيك أنا معناها كان واحد يشوف بنته كما هكذا كبنية قدامه اش حس الواحد بروحه هنا ما دابيه نطلب من الدولة يا خارج وغالي و الخارج أنا بعثت الرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ما رجع ليش بعثت الرئيس الحكومة وكما هكذا وبعثت الوزير الصحة الوزير الصحة عاودت بعدها بجمعة كلمتني السكرتيرا متاعه تقول لي اتصال باللك نعم انت رك موظف كان معناها كان أنا موظف شهريتي 400 الف ما تعمل حد شيء هي الحكة الحليبة انت على البنية تستعمل فيها نهار بعد نهار 13 دينار أنا الحصير ونطلب من الدولة معناها يخرجوا هنا البرة الزرعان والتعاوز فما الناس تسمع ماذا بيت حاول تعاولنا على واكار تقرير الطبيب الشي يقول يقول حاول معناها على الزرعان ليدين باش تمشي معناها مغير زرعان ليدين ما تمشيش تقرير طبي يؤكد أن الرضيعة لن تقدر على الوقوف إذا ظلت على هذه الحالة وهو ما يخف والدها الذي تنهمر دموعه ألما ووجعا لحالة ابنته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر